رمضان شهر الانتصارات زي ما قال ابونا وانا برضو بهن الجيش المصري وبهن الدولة المصرية وبهن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية وكل شهداء القوات المسلحة بترحم عليهم وكل المصابين القوات المسلحة بشد على ايديهم ان ربنا عز وجل يعني يضمت جراحهم ويثيبهم خيرا وان ربنا عز وجل يعني جعل مصر ده ايمن هي المنارة منارة العلم ومنارة الانتصارات ومنارة التقدم في العالم العربي والاسلامي فهو شهر الانتصارات بالفعل اننا انتصرنا في بدر عام اتنين هجرية وانتصرنا كمان في اكتوبر عام تلاتة وسبعين ميلادية 1973 ميلادية وعلشان كده بنقول رمضان شهر الانتصارات قزوة بدر الكبرى كانت في سبعتاشر رمضان عام اتنين هجرية طبعا سببها معروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة سلبوا ماله وسلبوا كل اموال الصحابة وكل املكهم قبل ان يهاجروا الى المدينة المنارة التقى الجيش الاسلامي بجيش المشركين كتب الله عز وجل النصر للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه لانهم اخذوا بالاسباب اخذا كاملا وده اللي نتعلمه اهم درس نتعلمه من غزوة بدر الكبرى لان كان عدد المسلمين اقل من عدد المشركين وكان عتاد المسلمين اقل من عتاد المشركين بالمنطق وبالورقة والالم وبالحسابات العسكرية المشركين المفروض هم اللي ينتصروا طب المسلمين انتصروا ليه لانهم اخذوا بالاسباب في مقابل ان المشركين استهانوا بيهم وهنا بنتعلم انك ما تستهنش بعدوك ابدا حتى لو كان اقل منك في العدد او في السلاح او في العد المسلمين اخذوا بالاسباب توكلوا على الله عز وجل يعني كانوا بينفزوا الاوامر بحزفرها احنا محتاجين النهاردة نتعلم هذا الدرس برضو ان القيادة السياسية او القيادة الولي الامر المسؤول عن شيء معين لما يقول لك حاجة انك تعملها لازم تلتزم بتنفيذ هذا الامر يعني التزام وتنفذ الموضوع بحزفيره زي ما بنقول علشان يبقى هو ده حقيقة التوكل على الله عز وجل التوكل مش انك انت تنام او انك انت تشتغل بدون اي خطة وبدون اي هدف وتقول ربنا هيعمل لا التوكل انك تاخد بالاسباب الاسباب العلم تاخد باسباب الانضباط تاخد باسباب الاستشفاء تاخد باسباب التداوي تاخد باسباب البعد عن المكروب او البعد عن الاماكن الموبوئة او البعد عن التجمعات دي كلها اسباب ممكن تؤدي في النهاية الى انك والعياز بالله تاخد المرض فلما تيجي الدولة تقول لك ابعد عن المرض بالخطوات الفلانية يجب عليك ان انت تنفذ الخطوات ده درس مهم جدا من درس من دروس غزوة بدل الكبرى حقيقة التوكل على الله عز وجل بان تأخذ بالاسباب اخذا كاملا هنا يكتب الله لك نصر على عدوك حتى لو كان اقوى منك حتى لو كان اكثر منك طالما ان انت اكثر حرصا منه على انك تكون ملتزم على الاخذ بالاسباب